بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الثانية والأربعون اعلموا أن مالحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثالث والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي وصلت معكم في الحلقة الماضية تحت عنوان صور من الواقع الشيعي الطوسي المعاصر في حربه على الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة بطريقة مبطنة وعرضت لكم نماذج من هذا الواقع الطوسي الضال ابتدأت بمحمد باقر الصدر ثنيت بمحمد حسين فضل الله وانتقلت حتى وصلت إلى كبار المراجع الطوسيين في زماننا عرضت ما عرضت من فتاواهم من مواقعهم الألكترونية الرسمية لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بقي عندي مرجعان من المراجع الطوسيين المعاصرين الذين أصدروا فتاواهم في حرب الشهادة الثالثة بطريقة مقنعة بطريقة مبطنة وهذا حال الجميع لكنني انتخبت مجموعة من الأسماء عرضت منها السيستاني سعيد الحكيم إسحاق الفياض بشير النجفي باعتبار أن الأسماء هذه هي البارزة في الحوزة الطوسية النجفية القذرة صادق الرحاني هو من الخوئيين في الجو الخوئي لكنه يعيش في إيران في قوم فتواه في مضمونها تلتقي مع كثير من فتاوى الذين ما عرضتهم وتحدثت عنهم رجاء أعرض لنا فتوى صادق الروحاني التي نشرها على موقعه الألكتروني الرسمي هذه فتوى صادق الروحاني بسبب طول الجواب فإن صيغة الفتوى لا بد أن تكون متحركة على الشاشة اعرضوا لنا صورة الفتوى هذه صورة الفتوى الفتوى والتي سأقرأها عليكم واعرضوا لنا صورة موقعه الألكتروني الرسمي وهذا موقعه الألكتروني الرسمي وتلاحظون الفتوى التي أحدثكم عنها قد وضعناها في إطار باللون الأحمر السائل يسأل عن الشهادة الثالثة بخصوص ذكرها في التشهد الوسط في الصلوات الواجبة هكذا يجيب صادق الروحاني باسمه جلت أسماؤه الشهادة لعلي عليه السلام بإمرة المؤمنين هي من أسس العقيدة وذكره بالولاية بعد ذكر النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة هي من المستحبات المؤكدة وهي المستند الأساس في ذكره عليه السلام في الأذان والإقامة فذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية مثل ما يقول صادق الروحاني من المستحبات المؤكدة وعلى هذا الأساس فإن الشهادة الثالثة تذكر في الأذان والإقامة ليس لأنها جزء من الأذان والإقامة أما في التشهد حديثنا هنا عن التشهد أما في التشهد في الصلاة فلا يجوز ذكرها لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة لماذا لكون الصلاة توقيفية لا يجوز الزيادة فيها فلا يصح التشهد إلا وفق النصوص الواردة ومن كان يقولها لشبهة فلا شيء عليه ولكن بعد اتضاح الأمر له فلا يجوز المفروض فلا يجوز له فلا يجوز له قولها في الصلاة خطأ مطبعي خلاصة الكلام الشهادة الشهادة الثالثة بحسب فتوى صادق الروحاني لا يجوز ذكرها في التشهد الوسط والأخير للصلاة لماذا هو هكذا يقول لأن الصلاة توقيفية لا تجوز الزيادة فيها والتشهد جاء في نصوص معينة فلا بد من الالتزام بتلك النصوص من مراد من التوقيفية ما هذا الكلام يرددونه أصحاب العمائم ما المراد من التوقيفية أنا لا أريد أن أناقش في أصل هذا المصطلح لأن الوقت لا يكفي للحديث في كل صغيرة وكبيرة ما المراد من التوقيفية إذا كان المراد من التوقيفية أننا نسلم لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه في أمر ديننا فلا نتعدى الحدود التي يضعونها لنا فهذا ليس خاصا بالصلاة الدين كله توقفي حينئذ إذا كان المراد من التوقيفية هو هذا وهذا هو ديننا فإننا نسلم للحدود التي يضعها لنا محمد وآل محمد الدين كله توقفي بهذا المعنى في عقائده في تفسيره في ثقافته وفي أحكامه في عباداته وفي معاملاته الدين كله توقفي لأننا إذا أردنا أن نستكمل الإيمان من سره من سره أن يستكمل الإيمان فليقول القول مني ما قاله آل محمد ما بلغني عنه وما لم يبلغني ما أسر وما أعلن هذا هو التسليم لمحمد وآل محمد من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم إذا كان المراد من التوقفية هو هذا فهذا هو ديننا الأمر ليس خاصا بصلاة وفقا لهذه الرؤية فإننا سنلتزم بحدودهم ومن جملة حدودهم الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسط والأخير وفي كل موطن وفي كل موطن تذكر فيه الشهادة الأولى والثانية يجب ذكر الشهادة الثالثة الشهادة الأولى والثانية باطلتان من دون الشهادة الثالثة هذا هو دين العترة الطاهرة إذا كان مراده من التوقفية من أن نصا ذكر الصلاة بألفاظها وأفعالها وأركانها وأجزائها في نص واحد وفي نهاية النص يقول النبي يقول الإمام يقول المعصوم صلوات الله عليه هذه هي الصلاة ولا يجوز لكم أن تزيد عليها شيئا أو أن تنقص منها شيئا إذا كان المراد هو هذا فأين هذا النص في أي مكان لا يوجد عندنا مثل هذا النص لا يوجد عندنا نص واحد عن المعصومين صلوات الله عليهم يذكر لنا تفاصيل الصلاة من أولها إلى آخرها بألفاظها وأجزائها وأركانها من البداية إلى النهاية وفي آخر النص يقول المعصوم هذه هي صلاة ولا يجوز لكم أن تضيفوا شيئا أو أن تحذفوا شيئا إذا كان عند صادق الروحاني مثل هذا النص فليبرزه لنا في أي مصدر لا يوجد مثل هذا النص العبادات والطقوس عندنا هي مجموع مركب من نصوص الآيات والروايات نحن ما عندنا نص خاص بالصلاة لا نستطيع أن نتجاوزه هناك نصوص أخرى تكمله الحج كذلك نحن لا نمتلك نصا واحدا يجب علينا أن نلتزم بحدوده وهكذا سائر العبادات عباداتنا في فقه العترة الطاهرة عبارة عن مجموعات مركبة نركبها من نصوص الآيات والروايات هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر شؤوننا الدينية أتعلمون لماذا هذه حكمة الأئمة حكمة الأئمة في الحفاظ على دينهم إنهم يسدون الطريق أمام العابثين لأننا إذا كنا نمتلك نصا واحدا فبإمكان العابثين أن يعبثوا فيه وأن يلزمون بالعمل بهذا النص الذي عبثوا به ونحن لا نعلم لكن حينما تكون العبادات في مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا فإن العابثين لو عبثوا بإمكاننا أن نكتشف ذلك هكذا نظم الأئمة أحاديثهم تلاحظون الأدعية الأدعية لأنها نظمت بهندسة معينة فإن أي عبث في نصوص الأدعية نستطيع أن نستكشفه يستطيع عامة الشيعة الذين اعتادوا على قراءة الأدعية والاستماع إليها يميزون الكلام إذا مختل في أدعية أهل البيت وفي الزيارات كذلك ومع كل هذا فإن مضامين المعارف لم ترد في نص واحد وإنما انتشرت في مجموع النصوص في مجموع نصوص الأدعية وفي مجموع نصوص الزيارات والأمر هو هو في الأحاديث التفسيرية ولذا فإن العابثين بحديث أهل البيت من الطوسيين حرفوا وحذفوا وصحفوا وفعلوا ما فعلوا لكنهم ما استطاعوا أن يطمروا حديث أهل البيت إنه عصي عصي على التحريف مهما حرفوا أهل البيت وضعوا إمكانيات في حديثهم وأرشدوا شيعتهم من خلال معارض كلامهم ولحن قولهم وقواعد تفهيمهم من خلال كل ذلك وبتوفيق وتفهيم منهم يستطيعون أن يستخرجوا حقائق الدين مهما كثر التحريف الذين يتابعون برامجي يتلمسون هذه الحقيقة الواضحة حينما أتناول موضوعاً من الموضوعات العقائدية أو الفتوائية فإنني أحشد الآيات مع الأحاديث التفسيرية مع رواياتهم المختلفة مع نصوص أدعيتهم وزياراتهم في لوحة واحدة النتيجة سترسم لوحة متكاملة متماسكة لا يمكن التفكيك بين أجزائها إذا ما أسقطنا جزءاً منها فإن بقية الأجزاء ستبقى ناقصة تخبرنا بأن جزءاً من أجزاء اللوحة المتكاملة قد فقت وهذا الأمر لم أعرضه بين أيديكم لمرة أو لمرتين إنها مئات ومئات ومئات من المرات عودوا إلى برامج الطويلة والكثيرة والمفاصلة إذا كنتم تبحثون عن الحقائق هذه ألعوبة شيطانية الصلاة توقيفية هذا الكلام يعطي إحاءاً وكأننا نملك نصاً واحداً أو أننا نملك مجموعة نصوص هذه المجموعة تشكل صيغة واحدة الأئمة قالوا لنا عليكم أن تتمسكوا بمجموعة النصوص هذه الموجودة في الكتاب الفلاني ولا يجوز لكم أن تتجاوز هذه النصوص هذا ليس موجوداً وحق الحسين ليس موجوداً لا يوجد عندنا نص واحد ولا توجد عندنا مجموعة نصوص يكمل بعضها بعضاً أئمتنا أهمرونا وقالوا لنا إن الصلاة لابد أن تكون ضمن هذه النصوص ولا يجوز لكم أن تتجاوزوها إلى نصوص أخرى أي كلام هذا أي منطق هذا التشهد في أحاديث أهل البيت ليس محدداً ووردت له صيغ عديد بإمكاننا أن نختار صيغة من الصيغ التي يريدونها الصيغة التي يتحدث عنها صادق الروحاني والتي يتحدث عنها سائر مراجع الشيعة هي التي اختارها الطوس وفقاً للمذاق الشافعي هذا التشهد ورد في رواياتنا لكنه تشهد شافعي عندنا روايات تقول من أن تشهد الصلاة تكفي فيه الشهادتان من دون الصلاة على محمد وآل محمد وهذا يوافق المذاهب الناصبية الأخرى يكتفون بالشهادتين الشافعي يشترط إضافة الصلاة على محمد وآل محمد على الشهادتين والطوس الشافعي فاختار هذه الصيغة 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 الأخرى وهي كثيرة التي اجتملت على ذكر العقائد مثلا على ذكر الجنة والنار والصراط و التي اجتملت على ذكر الأنبياء والملائكة و التي اجتملت على ذكر أمير المؤمنين وسائر الأئمة الأطهار هذه صيغ عديدة موجودة في كتبنا الحديثية فهذا الكلام هراء هراء في هراء من أن الصلاة توقفية وكأن حديثا من أحاديثنا يحدد لنا كل الألفاظ في الصلاة هذا المصطلح مصطلح جاءون به من النواصب من مصطلحات النواصب نحن عبيد مسلمون لمحمد وآل محمد ونلتزم بحدود دينهم مثل ما يحددون لنا حينما حدثونا عن الصلاة حدثونا وفقا لهذا النظام وفقا لنظام المجموع المركب هناك مجموعة نصوص نركبها ونستخلص منها صورة هذه الصورة قد تكون مطولة للذي يريد أن يطول في صلاته وقد تكون مختصرة موجزة للذي يريد أن يجز في صلاته بإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بدقائق قليلة وبإمكاننا أن نصلي صلاة الصبح بمدة قد تصل إلى ما يقرب من ساعة كاملة إذا أردنا أن نقرأ كل النصوص من الأدعية والأذكار والأوراد التي جاءت في رواياتنا وأحاديثنا وحينئذ ستكون صلاة مختلفة بالكامل لكثرة النصوص والأوراد والأذكار فيها هذه صلاة صحيحة وتلك التي يؤديها المصلي في دقائق قليلة هي صلاة صحيحة وهذه حكمة واضحة وجلية من حكم أن تكون العبادات عبر مجموع مركب من النصوص هؤلاء لا يفقهون دين العترة وإن لقبوا بالألقاب الطويلة العريضة هذا الرجل صادق الروحاني قبل سنوات كفرني أصدر فتوى وكفرني أصدر فتوى وكفرني لماذا لأنني قلت من أن القرآن إذا عزل عن العترة الطاهرة سيتحول إلى كتاب ضلال وهذه حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا إذا فرقنا بينهما إذا أخذنا المصحف لوحده فهل سنهتدي إننا سنذهب في الضلال البعيد مثل ما فعلت كل الفرق والمجموعات مثل ما فعلت كل المذاهب والاتجاهات لقد أخذوا المصحف لوحده بعيدا عن العترة الطاهرة وحولوه إلى كتاب ضلال لأن القرآن هو الذي يتحدث عن ذلك وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران وإلى الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حينما يأخذونه لوحده بعيداً عن العترة الطاهرة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب هدايته عليهم أن يذهبوا إلى الراسخين في العلم والذين يريدون أن يجعلوا القرآن كتاب ضلال عليهم أن يفصل فيما بينه وبين الراسخين في العلم الآية هو واضحة واضحة جداً فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كفرني صادق الروحاني كفرني بفتوى كتبها بسطر واحد لما قرأتها ضحكت كثيراً لأن هذا الصطر يجتمل على الكثير من الأخطاء الإملائية والنحوية وقد عرضت هذه الفتوى في أحد برامجي في برنامج الكتاب الصامت يمكنكم أن تعود إلى ذلك البرنامج عرضت الفتوى وبيّنت الأخطاء الأخطاء الإملائية والنحوية والنحوية الكثيرة في هذا الصطر وفي حينها عرضت عليه قلت لسيدنا أنا أقدم لك عرض تعال إلى لندن أسوي لك كورس في العربية وعلى حسابي الخاص وصدقوني لو وافق فإنني كنت مستعدا لهذا أعلمك عربية بشكل صحيح وارجع إلى قم وكفرني الفتوى مثل الناس أدري هو سطر واحد بيعشرين غلطة إملائية ونحوية كانت دارس هذه الفتوى مني أن طلعتها مني أن صفحة من فوق لو من جوه سطر واحد بيعشرين غلطة ما يقرب من عشرين لا أتذكر العدد الآن لكن يقرب العدد من عشرين غلطة في سطر واحد هو هذا عند أهلية يصدرنا فتاوى من هذا القبيل وبالمناسبة هذه ما هي أول فتوى لتكفير السيستاني بحسب ما أعلم أصدر فتوى في تكفير وجواز قتلي أنا لا أدري هل الذي كتبها السيستاني أو محمد رضا السيستاني صحيح لم يظهرها إلى العلن لكن في أكثر من محاولة لقتلي حينما يطالبونهم بصيغة شرعية تجيز لهم قتلي محمد رضا السيستاني يبرز لهم الفتوى لا أدري هل يبرزها بشكل مخطوط مكتوب أو بشكل شفهي ينقل لهم الفتوى عن أبيه هل هذه الفتوى صدرت من أبيه أم من عنده لا أدري وعينما اتفقوا مع جهة من الجهات أن يختطفوني أي يقتلوني مع جهة معروفة طالبوهم بفتوى وسلموهم صيغة فتوى من أنني كافر وخارج من الملة بهذا التعبير من أنني خارج من الملة ولذا يجوز قتلي هذه معلومات دقيقة أنا متأكد محمد رضا السيستاني سيتفاجأ من معرفتي بهذه المعلومات عند الكثير يا أبو حسن أنا أعرف الكثير هم لا يبرزون هذه الفتاوى يخافون مني من لساني لأنني سأكشف عوراتهم مثل ما كشفت عورات هذا الرجل لما أصدر فتوى في تكفيري وأخرجت الأخطاء الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية في سطر واحد وقلت وقلت لسيدنا سيد صادق تعالي علمك عربي هنا أسوي لك كورس في لندن وعلى حسابي سفرتك على حسابي وقامتك على حسابي وارجع وكفرني على الأقل كفرون مثل الأوادل سطر واحد ما تعرفون تكتبوه في شكل صحيح من طيح الله حظكم حظب تواكم إنني أحدثكم عن حقائق عن حقائق هؤلاء هم الذين يعمثون بدينكم ويضحكون عليكم نذهبوا إلى فاصل سلام الله العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وأئمته المنتجبين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتذي وتروح عليك يا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب ورحمة الله وبركاته أشهد أنك أغمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وقتلت على منهاج المجاهدين في سبيله حتى لقيت الله عز وجل وهب عنك راب وأشهد أنك وفيت بعهد الله وبذلت نفسك في نصرة حجة الله وابن حجته حتى أتاك اليقين أشهد لك بالتسليم والوفاء والنسيحة لخلف النبي المرسل والسبط المنتجا والدليل العالم والوصي المبل والمظلوم المهتضاء فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعانت فنعم عقب الدار لعن الله من قتلك ولعن الله من أمر بقتلك ولعن الله من ظلم ولعن الله من افترى عليك ولعن الله من جهل حقك واستخفى بحرمتك ولعن الله من بايعك وغشاك وخذلك وأسلمك ومن ألبى عليك ولم يعينك الحمد لله الذي جعل النور مثواهم وبعس الورد المورو بحسب الفتوى السستانية التي أشرت إليها قبل قليل بأنني قد خرجت من الملة أنا خرجت من الملة الطوسية وهم يقصدون هذا أنا أؤكد هذا أنا خارج من الملة الطوسية الخرائية السستانية أنا خارج من هذه الملة وكافر بها وأتبرأ منها جملة وثفصيلة ظاهرا وباطنا سرا وإعلانا أولا وآخرا قطعا أتباعهم سيكذبون كلامي أنا لا أبالي بهم حتى أبالي بأتباعهم لكن صدقوني أنا أخبركم الحقائق هذه حقائق وعندي الكثير من تفاصيلها عندي الكثير من تفاصيلها وأرقامها ومعطياتها فأنا لا أتحدث من فراغ على أي حال بقي عندنا المرجع الديني محمد تقي المدرس من مراجع كربلا رجاء أعرض لنا الوثيقة رقم 28 هذا هو جواب محمد تقي المدرس بخصوص المسألة التي نحن بصددها ذكر علي في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة هكذا يقول لا بأس بذلك إن لم يكن بقصد التشريع والأفضل عدم الاستمرار على ذلك هو هذا تشريع من عندك أنت هذا هو تشريع من عندك من أين جئت بهذا التشريع والأفضل عدم الاستمرار على ذلك تبعا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام قبل أن أناقش محمد تقي المدرس رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 29 هذا هو السؤال والجواب السائل يسأل أحد المؤمنين يقرأ الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة الواجبة فما حكم ذلك وماذا عن الصلوات التي صلاها كذلك الجواب لا بأس بذلك إن لم يكن بقصد التشريع والأفضل عدم الاستمرار على ذلك تبعا لصلاة رسول الله وأهل بيته الأطهار صلوات الله عليه أنا أسأل محمد تقي المدرسي أريد أسألة أقول أحكام الخمس أيام رسول الله هي نفس أحكام الخمس في أيام الأئمة أو في أيامنا هذه من الصير القضية لفلفون فلوس ما تصير أحكام الخمس أيام رسول الله أحكام الحاج من تسوون بعثات حاج وتلعبون عن ناس هناك أحكام الحاج هل هي نفسها التي كانت في حجة الوداع أم أن الأحكام تغيرت إمامنا الباقر إمامنا الصادق فصل الكثير وأضاف الكثير كل واحد منهما في تشريعات الصلاة وفي تشريعات الحج وفي سائر العبادات وفي سائر شؤون الدين ليش مني يصير الأمر يم أمير المؤمنين تصير الفتاوى بهذه الطريقة ليش ما يصير الكلام عن الخمس أيضا بنفس الطريقة وعن الحج بنفس الطريقة أريد أن أسألك يا تقي المدرس تفسيرك للقرآن هل كتبته مثل ما فسر رسول الله القرآن لو قمت اجيب وتمسلت تجيب وتسربت تجيب وتخربط إذا كان استنباطك للأحكام مثل ما تستنبط في التفسير المفترض أن يكون هكذا لأن تفسير القرآن عملية استنباط واستخراج الأحكام عملية استنباط فإذا كانت فتاواك كتفسيرك القرآني سيدنا لو تروح شوف لك شغلة ثانية هو أحسن لك هو أحسن لك روح شوف لك شغلة ثانية ليش تورط روحك وتورط الناس وياك سأذكرك ماذا قلت في تفسيرك من هدى القرآن والله هذا من ضلال القرآن وليس من هدى القرآن هذا هو الذي تحدثت عنه قبل قليل من أن القرآن إذا عزل عن العتر فإننا نحوله إلى كتاب ضلال وهذا هو الذي فعله محمد تقي المدرس وفقا للمذهب الطوسي لأن الطوسية هو الذي اختط لهم هذا المنهج للعلماء الطوسيين لعلماء المذهب الطوسي من هدى القرآن هذا هو الجزء الأول الطبعة الثانية 2008 ميلادي دار القار لطباعة والنشر والتوزيع هناك مقدمة هذه المقدمة كتبها أتباع تقي المدرس من العاملين في مكتبه يبدو كتبها أشخاص من أتباعه على منهجه صفحة 11 بين يدي الكتاب كان القرآن ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمها لأنه يحوي بين دفتيه بلسما شافيا متى نهضت الأمة وتقدمت هذا منطق القطبيين هذا منطق حسن البنة وسيد قط متى نهضت الأمة الأمة ارتدت بعد رسول الله وبقيت على ارتدادها إلى يومنا هذا متى نهضت الأمة وتقدمت كان القرآن الكريم ولا يزال هو الملهم الدائم والصائب لنهضة الأمة وتقدمها لأنه يحوي بين دفتيه بلسما شافيا لجراحات الأمة وآلامها وعلى هرن مو أطحينش ناعم أطحينش خرا وعلى هرن أطحينش خرا هذه المقدمة كتبها أتباعه أتباعه تقي المدرس مقدمة الطبعة الثانية يقول تقي المدرس لقد من الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر هذا ما هو التوفيق هذا التوفيق شيطاني الله لا يوفقك للنظر في كتابه لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فأنت لا تملك طريقا إلى الله إذا كان الله قد وفقك فإنه يوفقك للنظر فيما جاء عن الراسخين في العلم لا أن تنظر في القرآن بعيدا عن الراسخين في العلم هذا ما هو التوفيق هذا عمل شيطاني قبيح قذر ضان لقد من الله سبحانه علي حيث وفقني للنظر في كتابه العزيز والتدبر في آياته الكريمة واستخراج الدرر المشعة من بحاره الواسعة أنت الذي تخرج الدرر من بحار القرآن الواسعة هل أنت من الراسخين في العلم يا سيد تق المدرسي وأنت من رأسك الرجليك قطبي لا تفقه من الدين إلا ما جاء عن حسن البنة وسيد قطب كتبك تدل على ذلك أنا لا أعلم ماذا يجري في عقلك وقلبك أنا أحدثك عن كتبك لأن العالم عندي كتب وآراء ونظريات ومعتقدات يفصح عنها ويصرح بها أنت تقول وأنت تتحدث في مقدمة الطبعة الثانية ثالثا إني آمل أن أوفق وبالتعاون مع أخوة المؤمنين لتأليف موسوعة جديدة في هذا المضمار أضمنها تدبرات الجديدة وتتميز بأمرين ألف بالتوسع فيما أوجزناه سابقا با ببيان ما يتصل بالأوضاع المستجدة فإن مثل القرآن مثل الشمس وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة إنه منهج سيد قطب محمد باقر الصدر وتلامذته على المنهج نفسه محمد الشيرازي على المنهج نفسه محمد حسين فضل الله على المنهج نفسه محمد جواد مغنية على المنهج نفسه كل هؤلاء كتبوا تفاسير على نفس هذا المنهج الضال إنه المنهج الطوسي القذر الخرئ هكذا يقول محمد تقي المدرس وعلينا أن نستنطق آياته في كل واقعة حادثة محمد تقي المدرس يريد أن يستنطق القرآن أمير المؤمنين ماذا يقول في نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئة إنها الخطبة الثامنة والخمسون بعد المئة يتطابق رقم الصفحة هنا مع رقم الخطبة أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق لن ينطق يعني أن هذا الذي تصورته نطقا يا محمد تقي المدرس من القرآن هذا ما هو من القرآن هذا من الشيطان تفسيرك شيطاني كتفسير محمد باقر الصادر كتفسير محمد حسين فضل الله كتفسير محمد جواد مغنية والبقية أمير المؤمنين هو الذي يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق لن للنفي التأبيدي ولي ينطق ولي ينطق إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين ولكن أخبركم عن أنا الذي أخبركم عن هذه هي بيعة الغدير يتقي المدرس أنت في تفسيرك تنقض بيعة الغدير ستقول من أنني أتدب أنت تقدم كتابك على أنه تفسير وتعال معي فهل أن التدبر أن تعبث بالقرآن كما تريد التدبر له شروط لا بد أن يكون ضمن تفسير علي وآل علي للقرآن هكذا يكون التدبر ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق ولكن أخبركم عنه لأن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم ويقول أيضا سيد الأوصياء في الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئة من كلامه المرقم بخمسة وعشرين بعد المئة هكذا يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان إنه كتاب صامت كتاب أخرس لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان فهل أنت من تراجمة القرآن تراجمة وحي الله محمد وأهل محمد بحسب زياراتهم بحسب رواياتهم بحسب عقيدتنا الواضحة فيهم فهل أنت من تراجمة القرآن يهتقي المدرسي لازل تحيا أدرك نفسك هذا الهراء هذا الهراء ناقض لبيعة الغدير كل صفحة من تفسيرك ستكون وبالا عليك في قبرك هذا إمامك أمير المؤمنين إلا أن تنكر إمامته وهذه بيعة الغدير التي التي بايعنا على مواثيقها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط والحكاية لا تخص كأنت بدأها الطوسي اللعين وتواصل هذا الضلال عبر القرون من خلال مراجع المذهب الطوسي إلى أن وصل إليك وإلى أمثالك ثم تصدرون الفتاوى بنفس هذا المنهج الضال القذر كي تحذف ذكر الأمير من صلاة الشيعة بأي وجه ستواجهون إمام زمانكم من الذي أعطاكم هذه الصلاحية أن تعبثوا بكتاب الله وأن تعبثوا بدين الله وأن تصدروا الأحكام والفتاوى وفقا للمذهب الطوسي الذي يعتمد المنهج الشافعية المعتزلية الناصبي هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال من هم؟ محمد وأهل محمد هؤلاء هم الذين ينطقون عن قرآنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم هؤلاء هم الرجال الناطقون عن قرآنهم ولا يوجد غيرهم إذا كان استنباطك للفتاوى كتفسيرك الخرئ هذا فعليك أن تلملم نفسك وروح شوف لك شغلة ثانية اشتغل به أنت عندك فلوس هواية أتذكر كان برنامجك في إيران باتجاه المليار دولار هذه فكرة المليار مليار كتابه مليار مشروعه مليار دولار أفكار محمد الشيرازي عدكم فلوس هواية راح شوف لك شغلة واشتغل به أما في الطبعة الأولى ماذا يقول محمد تقي المدرس يقول صفحة خمسة وعشرين من الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل أكثر من ست سنوات حين عزمت على تسجيل تأملاتي التي استفدتها من القرآن هكذا يقول أبتدئ في تفسير القرآن الحكيم في بيت من بيوت الله في يوم السبت الموافق واحد أربعة ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعين هجري قمري اهدعش ثلاثة الف وتسعمية وثمانية وسبعين ميلادي في مدينة الكويت وعلى الله أتوكل في إتمامه واعتمدت فيه على منهج التدبر المباشر انطلاقا بما بيّنته في التمهيد انطلاقا بما بيّنته في التمهيد أي منهج الاستلهام مباشرة من الآيات والعودة إلى القرآن ذاته كلما قصرنا عن فهم بعض آياته وفق المنهج الذي علّمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم جميعا حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه هذه وين القيته سيد تقي بالجامع الصحيح لنهي أمو اللبن وين أكو رواية عن النبي أو عن الأئمة تأمرنا أن نفسر القرآن ببعضه ما تقول لي هاي وين لاقيه بيامه كان بيامه كان وبيامه صدار تجيبون وتخربطون تجيبون وتكذبون على الأئمة من ضرب القرآن بعضه ببعضه فقد كفى هذا هو الذي قاله لنا أئمتنا صلوات الله عليه أقرأ عليك من تفسير العياشي جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان إنها الصفحة الثلاثون الحديث الثاني إمامنا الصادق يحدثنا عن أبيه الباقر صلوات الله عليهم ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر هذا هو الذي قاله لنا أئمتنا أنت هذا الحتي من ينجيب من أن رسول الله والأئمة أمرونا أن نفسر القرآن ببعضه وفق المنهج الذي علمنا إياه الرسول الكريم وأئمة أهل البيت حيث أمرونا بتفسير القرآن ببعضه وعلى الخرط يستمر التفسير سيدنا هذا مو تفسير هذا تفسي بدرة إن ذني مو تفاسير اللي عندش يعني ذني تفاسي بدرة هذا مو تفسير هذا تفسي يقول هذه المهزلة ولا أنسى دور أخوتي من تلاميذ درس التفسير الذي كنت ألقيه في بلورتي رؤايا وأفكاري أدري شنو تفسير شراكه يعني أنت وتلاميذ كنت قعدون تفسرون القرآن بكيف كون شنو ما تقول لي شنو شنو لون التفسير يصير بهذا الطريقة بيعة الغدير التي الله سبحانه وتعالى جعل توحيده وجعل رسالة محمد كل هذا يساوي صفرا وإن لم تفعل فما بلغت رسالته بيعة الغدير بكل هذه العظمة من أهم مضامينها أن التفسير لا يؤخذ من علي تقعد عنده تلاميذك اتلعبون بك في بلورة رؤاي وأفكاري شنو هتم نخلط هذا سيد المهزل هنا المهزل هنا يقول حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها وإذا لم يسعدني ذكائي كيف يسعدك ذكاؤك في فهم القرآن والقرآن يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إذا أردت أن تتدبر في كتاب الله لابد أن تكون عارفا بتفسير القرآن وفقا لمنهج العترة الطاهرة وحينئذ تتدبر أما أنت ما كشي بعقلك أرائح بذكاءك يا أيها النابغة العظيم إيش جاءت العاب إنت جاءت العاب شنهت مضرط هذا حيث كنت آوي إلى مسجد أو مقام هادئ حاملا معي القرآن والقلم والقرطاس وربما هموما كثيرة مما تخص الأمة فأجلس كالتلميذ أمام كتاب ربي وأقرأ مجموعة آيات وأتدبر فيها وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك فإن الله لا يعينك الشيطان يعينك فإن الله فتح لك بابا هو الإمام المعصوم وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم واشترط عليك أن تبايع بيعة الغدير وفي بيعة الغدير هناك ميثاق أنت وافقت عليه هذا إذا كنت تعلم مضمون بيعة الغدير أنت أنت تفتهمون من دينكم شعار فين أنت ولكم أنت شلون علماء شلون مراجع هذه طاحت حظكم من الشيعة هذه طاحت حظكم والحسين لزموكم من زمان الطوسي لليوم القضية مو خاصة بتقي المدرسي كنهم على الطريقة هذه من أول هم الآخرهم كتبهم كلها هكذا وحق الزهراء البتول لا يوجد كتاب من كتبهم إلا وعلى هذا المنهج الطوسي الخرئ وإذا لم يسعدني ذكائي لفهم أبعاد آية كريمة سألت الله سبحانه أن يعينني على ذلك قارنت أنطيك اللي عينك إبليس لأن الله قد أعانك أعانك بالعترة ثم أسجل في البد خلاصة الأفكار التي أستوحيها منها وبعدئذ أتدبر في آية آية وأسجل تأملات فيها بتفصيل أكثر وفي بعض الأحيان كانت الأفكار تتزاحم لهذا التفسير بينما أنتفع بالبقية في أحاديث العهمة أو في سائر كتابات شيعة الخرط هذا سيد تجاي السمعون صدقوني تفاسير الشيعة كلها على الخرط هذا كلها على هذا الخرط من يوم الطوسي من أقولكم أنتم مو على دين العترة أنتم على مذهب الطوسي هو هذا مذهب الطوسي وهذا أنا أقول لكم علي هذا الكلام أنا أقوله بعد ما فحصت كل كتب المكتب الشيعي وأعتقد أن هذا واضح علي اطلاع على المكتبة الشيعية واضح علي واضح على منطقي هذه الثقة العالية عندي وأنا أتحدث وأجيبهم الأكبار الأكبار أجيب أطق على رأسه وأنا على الوالدي لأنني واثق مما أقول واثق مما أقول بسبب الطلاع الواسع والدقيق بسبب التحقيق عقود من الزمن عقود من عمري عمري قضيته في التحقيق والتدقيق فجناب السيد أكو بعض الشغلات يخليها إلما لأحاديثه وأكو شغلات اكتبها بالتفسي مو بالتفسير بالتفسير بعدين يستمر الكلام كثير والوقت يجري سريعا هو يقول يقول هالشكل بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفردات القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي يعني حتى يزيد تفسيره طيحت حظ أكثر هو ما يدري شنو هذا التفسير ما يعرفون هم كل شي ما يدرون ذول جهان لا يفقهون شيئا يكتبون تفسير وهم لا يفقهون ما الذي يجري حوله خليني أسألف لك سيد تقي المدرسي قصة هذا التفسير الطبرسي كان معجبا جدا بتفسير التبيان للطوسي وهو تفسير ناصبي معتزلي قذر أنا أسميه بتفسير الخريان لشيخ الطائثة هذا رأي أنا حر في آرائي تفسير التبيان أنا أسميه يا سيد التقي أسميه بتفسير الخريان لشيخ الطائثة أبو الطواسيس الطبرسي كان معجبا جدا بتفسير التبيان فكتب تفسيرا على منواله وأكثر كلمات وجمل التبيان التي هي مشحونة بالعجمة وبالعيوب البلاغية موجودة في تفسير الطبرسي ما الذي فعله الطبرسي جاء بتفسير التبيان الذي هو تفسير ناصبي معتزلي خرئ قذر هذا هو التفسير الرئيس للمذهب الطوسي الضام جاء به ثم جمع كل تفسير النواصب أساسا الطوسي جمعها ولكنه جمعها وجمع غيرها التي ألفت بعد الطوسي وقام بتلخيص تفسير التبيان وتلخيص تفاسير النواصب كلها وجمعها في كتاب واحد ولذا فإن العبائر في كثير من الأحيان تكون مفككتان حتى حينما يرابط فيما بينها فإن المراجعة الدقيقة يتلمس الضحف في الترابط بين مقاطع الكلام في مجمع البيان للطبرس وأضاف بعضا من الروايات والأحاديث بنسبة أثمانين بالمئة من النواصب قطعا أطوسي من النواصب أيضا لأن أطوسي لم ينقل عن الأترة الطاهرة إلا نزرا يسيرا ونقل الذي يوافق المخالف إلا في المواطن التي لا يستطيع أن يتجاوزها كآية التطهير مثلا وسائر الآيات التي عوام مشيعة يعرفونها لكن في بقية التفسير فإنه سار فيه السيرة العمرية وفقا للمنهج العمري وجاء بكل أقوال النواصب فمجمع البيان حتى هذا التعبير مجمع لأنه جمع كل التفاسير ثمانون بالمئة من تفسير مجمع البيان ناصبي صرف عشرون بالمئة نقل عن العترة الطاهرة والذي نقله يمثل جانبا يسيرا جدا من الأحاديث التفسيرية أتعلم ماذا فعل بعد ذلك وصل إلى مسامعه أن تفسيرا ناصبيا كان موجودا لكنه لم يكن مطلعا عليه إنه تفسير الكشاف للزمخشري وهو تفسير ناصبي معروف فتأذى كثيرا فماذا فعل جاء بتفسير الكشاف ولخصه هناك تفسير للطبرسي عنوانه الكاف الشاف في تفسير الكشاف لم يرتح لم يرتح ماذا فعل لخص مجمع البيان وجمعه مع الكاف الشاف وعنونه جوامع البيان تفسير جوامع البيان هو خلاصة مجمع البيان مع خلاصة تفسير الكشاف لأنه لم يستطع أن يضيفه إلى مجمع البيان ومن هنا فإن حوزة النجاف جعلت مجمع البيان تفسيرها المركزي أما حوزة خم فجعلت جوامع البيان تفسيرها المركزي وعند قبضه من دباش تفسير ناصبية قذرة هكذا هو يقول بعد إتمام التفسير اقترحت على بعض الأخوة استخراج معاني مفرده القرآن من تفسير مجمع البيان للعلامة الطبرسي الذي أعتبره الأكمل على ساس جناب السيد مطلع على التفاصيل ويعرف أسرارها وتفاصيلها الذي أعتبره الأكمل من بين التفاصير المؤتبرة وقد فعلوا ذلك مشكورين إلى آخر كلامه وهرائه هراء في هراء سيدنا إذا فتاواك على هذه الطريقة عزل وشوف لك شغلة ثانية نصيحة نصيحة صادقة صدقني لستم مستهزيا إذا فتاواك وتفسيرك بهاي الطريقة عاقبة هذا الأمر سيئة سيئة سيدنا أنت وين رايح أنت وين رايح أنت بإمكانك أن تغير حالك بإمكانك أن تغير حالك عندك مجال طبيعتك النفسية والشخصية عندك مجال تتغير سيدنا نصيحة صادقة نصيحة صادقة عندك مجال تتغير واتلف هذا التفسير واتلف هذه الفتاوى وامشي عدل امشي عدل يا سيدنا نذهب إلى فاصل محسي قاعدة aj الان والشفيف والشفيف الخانجات في يا شفيف أولي كانت أيام مزهرة كانت أيام مزهرة أبنورك ما لا مثيل أضيك وبهمة عمامك كان من طهر النبي والفلاك طرني أخويا ورحت من يدي شكيل جاد والني وفق الحني رحت مني يا هلي حتى القفيل يا هلي حتى القفيل وأصبح وأصبح حرم الغريبة بكربلة ومحير وأصبح حرم الغريبة بكربلة ومحير ومحير لكم الله بالبر روحتي فهر قلبي والمدام حاملة من سجد من سجد أو من تحيط من سجد من سجد من سجد من سجد ومحير 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 المدرسي من أنه على المصلي أن لا يذكر الشهادة الثالثة وأن يصلي بصلاة رسول الله فهل هو يطبق أحكام الخمس التي كانت على زمان رسول الله لو من توصل القضية للفلوس والتلفلف يصير القضية بشكل آخر أنا لا أريد أن أنقش الموضوع أكثر من ذلك وإنما سأنقل الحديثة من المذهب الطوسي الضال النجس القذر الخرئ من مذهب السفاهة والسفهاء ومن مذهب السخافة والسخفاء ومن مذهب البتريين المرجعيين الحقراء أنقلكم إلى دين العترة الطاهرة كي أحدثكم عن الشهادة الثالثة في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة وبهذه النية لابد أن نعرف من أن ذكرها ذكرها واجب قطعي وهي سر الطهارة سر طهارة صلاتنا وسر قبولها وسر صحتها فلا يقال لها صلاة من دون الشهادة الثالثة سمها سمها ضراطا خرآن نعالا سمها ما تريد أن تسميها لكنها ليست صلاة لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول أنا صلاة المؤمنين وصيامهم كيف يكون حقيقة الصلاة وحقيقة الصيام ويكون ذكره مبطلا لهذه الصلاة أي هراء هذا وأي خراء هذا في حقولكم يا أيها المراجع الطوسيون القذرون الطفسون هكذا يصفكم رسول الله ويصفكم أمير المؤمنين من أنكم قذرون طفسون وسأقرأ الروايات عليكم لقد انتهى جزء طويل من الوقت وأنا أحدثكم عن قذارتي أولئك الطوسيين البتريين المرجئيين لا جمعنا صاحب الأمر بهم لا في الدنيا ولا في الآخرة البداية من هنا البداية من هنا من الآية السامعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر لماذا؟ لأنه فسره بخلاف منهج بيعة الغدير إن الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين في أحاديث أهل البيت هناك تفسير للقرآن ببعض القرآن لكن ضمن منهجهم ضمن معارض كلامهم لا يختلط عليكم الأمر تقي المدرسي محمد باقر الصادر محمد الشيرازي محمد حسين فضل الله محمد حسين الطباء طبائي في الميزان هؤلاء حينما يتحدثون عن تفسير القرآن بالقرآن بعيداً عن الأحاديث التفسيرية هم لأنفسهم يفسرون القرآن بالقرآن ألا تلاحظون من أنه كان يعتمد على تلامذته في إتمام تفسيره يترك أحاديث أهل البيت ويبلور يبلور الأفكار كانت هناك عملية بلورة بلور الأفكار من خلال تلامذته وما يوحي به إليه الشيطان يقسمه نصين حصة تموينية نص يخليه بالتفسير ونص يضمه يحكي به للناس هذه تفسير علماءكم دينكم كل باية طريقة دين أخرطي أخرطي من قاعة أعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الرسالة بكل توحيدها الرسالة بكل نبوتها الرسالة بكل قرآنها الرسالة بكل تفاريعها وخصائصها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير قرآن هذا إنني أرغم أنهفكم بحقائق القرآن هذه الآية بحسب ثقافتنا الشيعية في بيعة الغدير لا أحتاج لإثباتها من أنها في بيعة الغدير الذي لا يقول بأن الآية هذه ليست في بيعة الغدير إما يكون جاهلا وعذره جهله وإما أن يكون عارفا بأن الآية في بيعة الغدير لكنه لا يقبل ذلك عقله قلبه وجدانه يميل إلى ما تقوله تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة أنا ما راح أقول له شيء بس أقول له سلم لي على الوالدة سلم لي هوايا عليها وإن لم تفعل ممكن تسألني ليش تريد السلم على الوالدة لأنه واي حبابة واي حبابة واي حبابة وطيبة خوش عدمية هاللي أنا سلمت عليها ما عندي نية سيئة فخلي سلم لي على الوالدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بكل ما فيها تساوي صفرا من دون بيعة علي إنه عبق علي يفوح من هنا إنه عطر تفسير علي يفوح من هنا هذا هو منهج التفسير معالمه بدت واضحة حينما بايعنا بيعة الغدير وقررنا أن نكون أوفياء لها وبها هنا هنا علي وهنا هنا ديننا ومن هنا مر قرآننا بحقائق تفسيره إنها أثنية عليا إنها أحاديثهم التفسيرية العطرة التي ينكرها الطفسيون الحقراء من مراجعنا العظام لا بد أن تقول العظام السرابي الذول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذن هذه حقيقة عقائدية حاكمة على كل العقائد ولاية ولاية علي العقيدة الحاكمة على كل العقائد شؤون الدين الأخرى فروع فروع أقرأ أقرأ عليكم هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان لهاشم البحراني جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية إنها أحاديث العطرة الطاهرة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة السابعة والخمسين الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن هم الذين يقولون أنا ما ذهبت بكم إلى المسجد وحملت معي قلماً وقرطاساً وقمت سربت هذا هو دين العطرة نحن أصل كل برن هي هذه بيهة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته نحن أصل كل برن وماذا بعد يا صادق العطرة ومن فروعنا من فروعنا كل برن ومن البر من فروعنا التوحيد 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 من فروعهم من أراد الله بدأ بكم أنتم الأصل لأن التوحيد ما هو الله تذكروا هذه القضية دائماً لأن الطوسيين هكذا يوحون إليكم من أن التوحيد هو الله نحن لا علاقة لنا بالله لا نعرفه نحن نثبت وجوده لكننا لا نحده لا نعرفه هو فتح لنا باباً أين باب الله الذي منه يؤتى أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الله جعل لنا وجه نتوجه إليه وفتح لنا باباً ندخل إلى الله منه وجعل لنا سبباً متصلاً فيما بيننا وبينه نتمسك به إنهم هم لا يوجد غيرهم لا يوجد غيرهم لا يوجد غيرهم محمد وآل محمد الصادق يقول نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر الذي هو من فروعنا التوحيد والصلاة والصيام وكضم الغيض إلى آخر شؤون الدين التوحيد من فروعهم الصلاة من فروعهم فما في الأصل لا بد أن يكون في الفرع وإلا كيف يكون فرعاً كيف يكون فرعاً كل ما في الفرع هو يأتي من الأصل فكيف تكون الصلاة من فروعهم وتبطل بذكرهم مذهب طوسي هذا هو دينهم هذا هو دين الأترة الكلام الذي ذكرته لكم إن كان عن السستاني أو كان عن انتق المدرسي أو كان عن الذين ذكرتهم لكم قبل السستاني محمد باقر الصدق والذين من بعده في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة هذا كلام الطوسيين لا علاقة له بدين الأترة الطاهرة وهذا هو الذي أريد أن أفهمه لكم هناك المذهب الطوسي وهناك دين الأترة الطاهرة دين الأترة الطاهرة هو هذا نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة أكتفي بذكر التوحيد والصلاة لأن الحديثة عن التشهد الوسطي الذي يجتمل على التوحيد والنبوة التوحيد هنا فرع والنبوة هنا فرع هذه فروع بيئة الغدير هذا تطابق واضح بين منطق القرآن ومنطق حديثهم الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تؤسس لنا هذه الحقيقة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هالرسالة بتوحيدها وعظمته ونبوتها وجلالها وقرآنها وكرامته وبكل خصائصها وفضلها كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة علي فعلي هو أصل الأصول مثل ما قال له رسول الله يا علي يا علي أنت أصل الدين ثم قال له بعد ذلك وأشهد لك بهذا يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان هذا هو الذي يقوله صادقهم هذا هو المنهج الذي أحدثكم عنه لوحة متكاملة تتعانق الآيات مع الأحاديث مع الأدعية مع الزيارات إنه منهج المعاريض أئمتنا قالوا لنا لا تكونوا فقهاء لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا هذا هو منهج المعاريض أما منهج حوزة النجف إنه منهج الشوافع والمعتزلة منهج المذهب الطوسي أبضال للنجس الخرق هذه عقيدتي فيه هم أحرار مثلما يكفرونني ويريدون قتلي هم أحرار فيما يفعلون أنا حر أيضاً فيما أعتقد أنا لا أريد قتلهم لا شأن لي بهم أنا أقول لهم أنتم طوسيون لا علاقة لكم بدين العترة الطاهرة تدعون كذباً أنكم على دين العترة الطاهرة ولا شأن لنا بكم لكننا حينما نتحدث عن دين العترة الطاهرة لماذا تقولون هذا دين الماسونيين حينئذ لابد أن ندافع عن أنفسنا ليس عن أنفسنا عن أجسادنا وعن منافعنا الشخصية لابد أن ندافع عن ديننا وهذا هو الذي يجري وكراراً ومراراً قلت لكم اتركوني بحالي أترككم بحالكم وأعيدها عليكم الآن اتركوني بحالي وأنا ما أريد منكم تعهدات لا أنا عندي المعلومات الكاملة عنكم أدري بكم إذا فعلاً تردوني تركوني بحالي أدري بكم كل المعلومات تصلون ما أحتاج أن تتصلوا بي أو أن أتصل بكم تركوني بحالي أترككم بحالكم ما تركوني بحالي أنعى الوالديكم أنعى الوالديكم ومن أقول تركوني بحالي أنا لا أتحدث عن شخصي أنا أتحدث عن دين العترة الطاهرة التركون دين آل محمد ما لكم شغلة بي أنتم تدعوني لأنفسكم ادعوه تركون الناس تختار الدين اللي تعتقد بي إذا فعلتم هذا فأنا سأفعل هذا أيضاً وأنا كلامي سيف ممثل كلامكم إذا أعطيتكم كلمة كل الذين يعرفونني عن قرب يعرفون أن كلمتي سيف قاطع لن أتنازل عنها ولن أخالفها مهما كانت الظروف بشرط أن تفوا بكلامكم بكلامكم ليس الذي تقولونه لي وإنما الموقف الذي ستتخذونه أنا لا أريد منكم كلاماً لأنني لا أثق بكم لكنني أتابع أخباركم وأعرف ماذا تريدون أن تفعلوا أعود إلى حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام فهل هو معقول أن الصلاة من فروعهم وهم الأصل ذكرهم يكون مبطلاً للصلاة التي هي من فروعهم أي منطق هذا أي عراء هذا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 عمري يخذف لا مقابل والأريدة بس قصيدة الزينة بيختمك حياتي بدونك ما أحس قيم الحياتي الصلاتي إذا ما زورك اشتفح صلاتي هأسيرك بانتظار القلب ممو الكسار هأسيرك بانتظار القلب ممو الكسار القلب متعلق بيتي يا رهي الجيارة اشتفح صلوات الله وسلامه عليه في الاتجاه نفسه الذي كان يتحدث عنه إمامنا الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل أنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين حديث مفصل طويل عن إمامنا الرضا يبدأ في صفحة الثانية والعشرين بعد المائتين الإمام الرضا يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي هي الأس إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد إلى سائر ما جاء في الرواية الشريفة بالإمام تمام الصلاة فكيف يكون ذكره سببا في بطلانيا أي منطق هذا هذا دين العترة منطق أولئك المذهب الطوسي الضال الخرئ الوسخ النجس القذر السخيف منطق العترة هو هذا ينطبق تمام الانطباق مع آية الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته أحاديثهم وقرآنهم منظومة واحدة متناسقة حقائق متسقة لوحة جلية بين والله هذا مرآة 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 هذا الذي أضعه بين أيديكم مرآة مرآة واضحة مرآة مجلوة نظيفة لامعة براقة هذا قرآنهم وهذه أحاديثهم فماذا تريدون بعد ذلك تريدون خراء مراجعكم فاذهبوا وكلوا من خرائهم أطعموا عقولكم وقلوبكم من خراء المرجعية الطوسية القذرة هذا هو الطعام الحلال الطاهر الطيب من فقه العترة الطاهرة من دين العترة الطاهرة إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي بالإمامه تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج وهو بالإمامه تمام الصلاة ما هو شرح للقاعدة التي بيّنها إمامنا الرضا في الحديث نفسه إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي فهي الأصل وهي الفرع مثل ما قال إمامنا صادق من أن التوحيد من فروعهم من أن صلاة من فروعهم بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام فكيف تكون الصلاة فاسدة باطلة بذكر الإمام هؤلاء يضحكون عليكم صدقوني وهؤلاء لا يفقهون دينهم وحينما يسمعون أحاديثي الواضحة هذه يقعون في حيرة فيما بينهم وبين أنفسهم ربما يجدون أعذارا يجدون تبريرات يصنعون رقعا لأتباعهم لتلاميذهم لكن فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون صدق مقالي ويعرفون أن حقيقة دين العترة هي هذه وهذا الذي يضرطون به من أفواههم إنه المذهب الطوسي القذر لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة أمام الشيعة سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة هذه المضامين تأتي منسجمة مع الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم كل المضامين المتقدمة تلتقي هنا اليوم أكملت لكم دينكم ديننا بكله أكمل بولاية علي كيف صلاتنا التي هي فرع من فروع الدين فرع صغير تبطلوا بذكره أي منطق هذا ولكم عدكم عقول لو ما عدكم عقول بس منين تجيكم العقول هم مسوينكم مطايا 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 مسوينكم مسوينكم مطايا أتحفوهم 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 بوثيقتهم الديخية ما رد أجيب الأسوان راحت قال لي أدى على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبيلية قررت توصل أطمئنا أطمئنا تركبهم 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 وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلى أتحفو خمسة قلت للمستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلافة أغميشيني كما قلت لهم خلافة أغميشيني جميع تبقى لأبوك أحركة فقوش ديخ تعرفي فقوش ونس عبارة كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء ورثناها حماراً وهل يصرنا بهذا الحال صرنا بهذا الحال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الإسلام بكله متوقف على أصل واحد هذا الأصل الذي تحدثت عنه آية الغدير الإسلام بكله لا يسمى إسلاماً إذا كان الله ليس راضياً عنه لا يسمى إسلاماً ولذا فإن إسلام المذاهب هو ما هو بإسلام الله هو إسلام الناس إسلام المذهب الطوسي هذا إسلام الطوسي ما هو بإسلام محمد إسلام محمد هو هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لا في ضراط وخراء مراجع حوزة النجف وكربلاء وفقاً للمذهب الطوسي القذر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذا هو الأصل وهذا الأصل له فروع ومن فروعه الصلاة فكيف ذكر الأصل في فرعه يؤدي إلى بطلانه قالكم شنو ثيران أم طاية من يحصنف أنتم من يحصنف قد يقول قائل من أنك تلح كثيرا على هذا الموضوع وسأبقى ألح لأن البداية الصحيحة من هنا إذا كان الأساس فاسدا فما يبنى عليه سيكون فاسدا لابد أن نبدأ من الأساس الصحيح إذا كان الأساس سليما فإن البناء سيكون سليما وإذا كان الأساس فاسدا خربا خرئا فإن البناء سيكون فاسدا خربا خرئا هذه هي الحكمة وهذا هو الأصل في تركيز على هذا المطلب وإنما أخذت هذا من قرآنهم قرآنهم هو الذي يقول لي ورضيت لكم الإسلام دينا فإنه يقال له إسلام إذا كان الله يتبناه ويريده لا يقال له إسلام والله لا يتبناه ولا يريده ولا يرضى عنه أي إسلام هذا هذا إسلام أبي حنيفة هذا إسلام الطوسي هذا إسلام سقيفة بني ساعدة هذا إسلام سقيفة بني طوسي إسلام العترة هو هذا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم منطق تشريعي وتكويني واحد لأن التشريع إنعكاس عن التكوين أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل من الصفحة الثانية بعد الخمسمائة إنه الحديث الثامن بسنده بسند الكليني عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا نوه ذكرنا بخصوصية ولم يذكرنا هكذا ذكرا عاما ذكرنا بخصوصية كي تتنبه الكائنات والموجودات إلى خصوصيتنا هذا مراده صلوات الله وسلامه عليه إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى إنه سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا فهل أن الله سبحانه وتعالى قال لمؤذنه الكوني هذا إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فإنك عليك أن تذكرها بنية عدم الجزعية مثل ما يضرط مراجع النجف وكربلا الآن الله قال لمؤذنه هكذا هؤلاء يضرطون من أفواههم الناس تضرط من أدبارها ومراجعنا العظام يضرطون من أفواههم هذه هي الحقيقة من الآخر الحمير تضرط من أدبارها لكن مراجع النجف يضرطون من أفواههم في فتواهم هذه في ضلالهم هذا هذا هو أذان الله الصادق يحدثنا عنه فهل أن الله سبحانه وتعالى قال للمؤذن إذا ما ذكرت الشهادة الثالثة فاذكرها بعنوان عدم الجزعية عليك أن تقلد مضارط النجف وكربلا اعتبروا ودققوا وتدبروا في هذه الرواية أنا أقرأ عليكم من الكافي من الكتب الذهب من الكتاب الذهب وهذه الأحاديث أحاديث الذهب وهذا الكلام كلام الذهب هذه معادن الحقيقة أنا أحدثكم من الكافي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأولئك يضرطون من أفواههم عبر المنهج الشافعي المعتزلي الطفسي القذر فاعرفوا قيمة هذه الحقائق لا يفوتكم الوقت ربما لا نلتقي بعد هذا اليوم ربما لا تبقى قناة القمر تبث على الفضاء ربما وربما وربما اعرفوا قيمة هذا الذي تقدمه قناة القمر لكم إن أول أهل بيت نوه الله بعسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى هذا مؤذن الله في كل الوجود أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثاً أشهد أن محمداً رسول الله ثلاثاً أشهد أن عليًا أمير المؤمنين حقاً ثلاثاً حقاً هنا لماذا جاءت في الشهادة الثالثة هذه إضافة من إمامنا الصادق لتأكيد الشهادة الثالثة وإلا في أصل الأذان هذه الكلمة يفترض أن لا تكون موجودة مثل ما هي الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن عليًا أمير المؤمنين لكن الإمامة أضاف حقاً لتأكيدها في حلقة يوم أمس أبو البشائر بشير النجفي كان يقول من أن النبي لا يستطيع أن يزيد أو أن ينقص في الصلاة هذا من التضريط من باب ضراطهم من أفواههم ها هو الإمام الصادق يزيد في الأذان الإلهي يضيف هذه الكلمة قد تقولون ما هو دليلك على أن الكلمة أضافها الصادق صلوات الله وسلامه عليه الصادق هو الذي حدثنا أقرأ عليكم من الإحتجاج للطبرسي هذا غير الطبرسي الذي ألف مجمع البيان وجوامع البيان التي تسمى بجوامع الجامع جوامع البيان أو يقال لها جوامع الجامع لماذا جامع لأنه جمع بين ما لخصه من كل التفاسير في مجمع البيان وما لخصه من تفسير الكشاف فتسمى بجوامع البيان أو جوامع الجامع فهذا غيره غيره هذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة حديث القاسم بن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل سأقرأ جانبا منه الإمام الصادق يقول إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين هذا هو الأذان نفسه الأذان التكويني ماذا قرأنا هنا إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا أشهد أن علي أمير المؤمنين حقا ثلاثا في الرواية هنا إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء ما هو بالماء الذي في البحار هذا ماء الوجود الماء الأول ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ويستمر الحديث في كل طبقات المخلوقات إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر هو أقوى من كلمة قل فالتقل أقوى من كلمة قل هذا يعرفه أصحاب البلاغة والفصاحة في الأدب العربي الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر يكون أقوى في الدلالة على الأمر وفي الدلالة على الوجوب من صيغة فعل الأمر الأصلية فالتقل أقوى من كلمة قل فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقول علي أمير المؤمنين هذا مكتوب على العرش مكتوب على الماء الأول مكتوب على قوائم الكرسي مكتوب على اللوح مكتوب على جبهة إسرافيل مكتوب على أجنحة جبرائيل مكتوب 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 في كل طبقة من طبقات الوجود ليش بس أذان الشيعة وتحديدا أذان مراجع النجف ما مكتوب بهذا الصيغة ليش ليش لأن طايع حظم لأن هتلية لأن سرسرية لأنهم غدروا ببيعة الغدير لأنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة لأنهم على المذهب الطوسي الخرق هذه هي الحقيقة الله لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين قالهم للملائكة هذه الشهادة الثالثة هذه بعنوان عدم الجزئية طيح الله حظكم أحظ الجزئية مالتكم لما كتب على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين كتبها بلحاظ عدم الجزئية لا السرابيت على هدق كل الوجود بحسب سادة الوجود الشهادة الثالثة تأتي مع الأولى والثانية إلا في الرسائل العملية الذولة الهقطية السرابيت الهتلية العظام بعد العظام بس بالرسائل العملية ما الذولة الهقطية الهتلية الأذان والإقامة بشرط بعدم الجزئية التشهد الوسطي والأخير الصلاة تكون باطلة من طيحة لاحظكم سرسرين يا مراجعنا العظام منعي الوالدين على هدق نذهب إلى فاصل قلبي يقول أهوى عايش أموت وياه قلبي يقول أهوى عايش أموت وياه أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله أنا أرضت علي محبتك من بادي التكوين وأنا بظهر أدم صحت بايع تابو الحسنين بايع تابو الحسنين أنت بيحب اسمك يا غلي وتشاهدت مرتي من نشأتي والثانية لما انفتحت العين لما انفتحت العين باب القلب مفتوح المن بس الحبيب الروح باب القلب مفتوح بس الحبيب الروح كل غالي أنسى بس علي لا والله ما أنسى كل غالي أنسى بس علي أشهد بأنك يا علي أنت ولي الله بحذر يا مشكات العشق يا والد المصباح وياك لي باعوا عهد من عالم الأرواح قلبي قفار قلبي قفار تب يا علي وسلمتك المفتا قلبي قفار تب يا علي لقد امتك في المفتا مجنونك وعندي نحار يضحك على الذباح يضحك على خليهم يسمعون أنا بعلي مجنون خليهم يسمعون يا علي يا علي يسمعون يسمعون سمعون يسمعون أنا بعلي خد خد أه حبك يظل وغزي الدهار ما فسره ومعنى أشهد بأنك يا علي أنت ولي قادم عيدة أشهد أشهد بأنك يا علي أنت ولي في سورة المعارج أقرأ عليكم من الآية الثانية والثلاثين بعد البسملة وما بعدها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون العهد حالة نفسية لا يستطيع الإنسان إذا أراد أراد أن يكون وفياً لعهده أن ينسلخ منها فهو يكون وفياً لعهده في يقضته وحتى في منامه لأنه نام على نية أن يبقى وفياً بهذا العهد فلا يمكن أن ينسلخ العهد منه إذا كان وفياً بعهده والآية تتحدث عن هذا وكذا هي الأمانة أكانت الأمانة مادية أم كانت الأمانة معنوية هذا المعنى اللغوي إذا أردنا أن نذهب إلى تفسيرهم لقرآنهم فإن الأمانات هنا الاعتقاد بإمامة كل إمام من أئمتنا الاعتقاد بكل الإمامات فكل إمامة هي أمانة وأما العهد فهو الأصل ولاية علي العهد هو الأصل ولاية علي وفي زمان كل إمام عهد ولايته ما أعبر عنه دائماً ببيعة الغديرين بيعة الغديرين غدير عليين وغدير القائم وما بينهما وما بينهما وما بينهما ولاية فاطمة ولاية الحسن ولاية الحسين ولاية أبناء الحسين من السجاد إلى القائم هذا هو المراد من بيعة الغديرين من غدير عليهم إلى غدير مهديهم وما بينهما أئمتنا من فاطمة إلى القائم من آل محمد وأما محمد فهو السيد الأعلى فكل هذا فرع منه الأصل الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وبيعة الغدير في الحقيقة كانت لمحمد بايعنا علياً بأمر محمد وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ لابد أن يكون أميناً في يقضته وفي منامه فحينما ينام ينام على نية أن يحافظ على الأمانة التي هي في عهدته هي في رقبته هي في ذمته وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ الحكاية هي الحكاية قائمون راعون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ استمرارية صيغة فاعل وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ شهادات جمع وأقل الجمع ثلاثة وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ماذا يقول لنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في سيد تفاسير العترة هذا التفسير هذا هو التفسير هذه هي التفاسير وليست كالتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والميزان وتفسير تق المدرس تلك تفاسي وليست تفاسير كل واحد منها تفسي وليست تفسير التفسير هذا تفسير الإمام العسكري سيد تفاسير العترة الطاهرة الطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمائة هذا هو دين العترة ولذلك يرفضون هذا التفسير الخوع ينكره السيستان ينكره محمد باقر الصدر ينكره بشير النجف ينكره ينكرون هذا التفسير ينكرونه بأجمعه لا يريدونه قلة قليلة منهم يقبلون بعض ما جاء في هذا التفسير العتاوية الاكبار العتاوية الاكبار كلهم يرفضون هذا التفسير أي عتوة شبيرة عرفة منهم فاعلم هو ينكر هذا التفسير ماذا يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في معنى إقامة الصلاة في معنى إقامة الصلاة يقول إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه أقام الصلاة بحدودها أقام الصلاة بحدودها هي هذه الحدود التي يقولون عنها توقيفية أقام الصلاة بحدودها مثل ما هم يعلموننا أقام الصلاة بحدودها وعلمه وعلمه هذه حدود الصلاة وعلمه أن أكبر حدودها الدخول فيها الدخول في الصلاة لفظا ومعنا والخروج منها معترفا اعتراف الاعتراف يكون باللسان معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار فذكره يكون بعد ذكر النبي هذا كلامه هذا كلامه هذا هو الذي يفسر لنا هذه الآيات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون هذه إقامة الصلاة والمحافظة عليها أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها هذا هو الذي أقوله لكم من أنكم حين تذكرون الشهادة الثالثة في التشهد الوسط والأخير بهذه النية من أنها هي الأساس في قبول الصلاة وفي طهارتها هذا هو منطقهم أنا تعلمته منهم أنا تعلمته من دينه من دين العترة الطاهرة ما أقوله لكم تعلمته منهم إنني كفرت بالمذهب الطوسي كنت على المذهب الطوسي مثلما كان أجدادي وآبائي كنا جميعا على المذهب الطوسي أنا عرفت الحقيقة وكفرت بالمذهب الطوسي وكفرت بمضاريطه في النجف وكربلاء الذين يقال لهم المراجع العظام مضاريط المذهب الطوسي كفرت بهم من أولهم إلى آخرهم لأنهم يعادون دين العترة الطاهرة انتظرت عقودا أتأمل أن يعودوا إلى الرشاد وأقول ربما يهتدون ولكن حتى بعد أن عرفوا الحقيقة يصرون على ضلالهم الطوسي الخرأ أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها ما هو أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها الدخول لفظيا ومعنويا وفعليا وجسديا والخروج منها كذلك الدخول فيها والخروج منها معترفا في داخل الصلاة وصلاة تبدأ من التحريم وتنتهي بالتسليم من التحريم من تكبيرة الإحرام الأذان ما هو من الصلاة والإقامة ما هي من الصلاة من المقدمات المندوبة الصلاة تبدأ بالتحريم وتنتهي بالتسليم هذه القاعدة الفقهية الفتوائية من حديث العترة وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها في الصلاة والخروج منها معترفا الاعتراف الاعتراف يكون باللفظ وليس في القلب اعتراف معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي أمير المؤمنين هذه ألفاظ بيعة الغدير اللهم والي من والى وهكذا سلموا عليه وبايعوه من أنه أميرهم من أنه أمير المؤمنين الموالات له هو ولي الله هو أمير المؤمنين وعلم أن أكبر حدودها أن أكبر حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار إلى آخر الرواية الشريفة هل قال إمامنا الحسن العسكري بأننا نقول ذلك بعنوان القربة المطلقة بعنوان عدم الجزئية ألا لعنة على فقهكم يا أيها الطوسيون ألا لعنة على منهجكم ألا لعنة على رسائلكم العملية النجسة ألا لعنة على مذهبكم هذا هو ديننا ديننا لا نأخذه منكم يا أيها المضاريق نأخذه من العترة الطاهرة وهذه نصوص وقواعد وفتاوى دين العترة الطاهرة دققوا النظر في الرواية وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا ما هو المكان المناسب الذي يعترف فيه المصلي بفضل محمد وموالاة علي هو التجاهد التجاهد الوسطي والأخير ما هي القضية واضحة واضحة إحنا شنسوي دورنا على آدم نتفاهم ويا ما لقيهنا جاي ندور على مطي ما لقيهنا حسنا ما ندري ويا ما نتفاهم جاي ندور لنا على مطي ما جاي نلقى لنا مطي نتفاهم ويا المكان المناسب للاعتراف باللسان بفضل محمد وموالاة علي في الصلاة بعد أن دخلنا فيها بعد تكبيرة الإحرام أين في أي مكان المكان المناسب هو في التشهد الوسط والأخير لأنه يجتمل على الشهادة الأولى والثانية وكذلك تأتي الشهادة الثالثة بشكل طبيعي جدا مثل ما هو موجود في نصوص واضحة وردت عنهم صلوات الله عليه مضارط النجف وكربلاء يضعفون أسانيدها فليذهب إلى الجعيد بضراطهم وأسانيدهم وعلم قنادرهم علم رجالهم فليذهب إلى الجعيد هذه حقائق دين العترة الطاهرة ألا لحنة على المذهب الطوسي النجس الحقير وماذا بعد ماذا يقول لنا رسول الله رسول الله هو الذي يحدثنا يحدثنا بحديث طويل عن صلاتنا وتفاصيلها إمامنا العسكري يخبرنا عن النبي الأعظم ونبينا الأعظم هو الذي يخبرنا عن صلاتنا أنني أقرأ عليكم من صفحة 497 الحديث يبدأ في صفحة 495 رقم الحديث 319 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ الحديث من تفاصيل الوضوء إلى تفاصيل الصلاة أنا سأذهب إلى ما ذكره رسول الله في تفاصيل الصلاة بخصوص التشهد والتسليم النبي الأعظم يقول حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني يعني التشهد الوسط والأخير حتى إذا قعد بعد السجدتين حتى إذا قعد للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد وقعد يثني علي لا إله إلا الله ويصلي على محمد نبي ذكر محمد يا ملائكة قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد النبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلي على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته في التشهد الأول والثاني قال الله له لأصلي عليك كما صليت عليه ولأجعل شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته تريدون حديثا أوضح من هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الحلقة انتهى تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى الجزء الأول من الحلقة كان في هراء وخراء المذهب الطوسي الجزء الثاني من الحلقة كان في أحاديث الكرامة وطهارة من دين العترة الطاهرة قارنوا بين المذهب الطوسي وبين دين العترة الطاهرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر